السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أزول في الله ونعليكم مرحبا بكم معنا ومرحبا بكم في عدد جديد من حستنا ربي يهدينا ولي كما عن بالكم والفتوا باها كل خطر نشعله بروشيكتور ونلقيه وكما نقوله نظرة صحيحة على ظاهرة من الظاهر اللي في المجتمع تعالى ونحكيو عليها باللغة اللي نعرفوها بالطريقة اللي نعرفوها بالعقلية اللي نعرفوها وتعرفوها دونك لي الحمد لله دبري وشوفنا في الانترنت وشماعة اللي يبعتوننا في الفيسبوك تعني طال الحصة كان مردود والناس بدأت تفهم وناس فهمتنا ورباتنا وعلمتنا كما تعلمنا منكم براف اليوم إن شاء الله رح نديروا تكملة للحصة اللي فاتت كانت شفاءوا علاها تعالى التربية تعالى الأولاد وكيفاه الوالدين وكيفاه يحبوا يتفهموهم ما نعرف شفاءوا علاها ولا لا وكيفاه يعني لازم ولدك تعلموا هادي وتعلموا هادي تعلموا هادي قبل ما تروح تعاقبه وتقولوا علاها درت هادي ودرت هادي لازم يميز بين الخير وبين الشر بين البيان وبين المال اليوم رح نديروا العكس حنشوفوا العلاقة تعالى التفل مع والديه كيفاه قاعد يتعامل التفل مع والديه وبعض اللي جون كيفاه قاعدين يتعاملوا بعا والديهم سستدير كل حصة تعالى اليوم إن شاء الله رايحة تجرح شوية ووالدين بزاف رح يشوفوها وعبالي أمهات بزاف رح تقولك صح هادي والدي ديرها ودي دارها ودي عمبالي شوية تجرح دونك سامحوني مي وبليجين أحكي علاها وبليجين أحكيو علاها باه ما نبقاوش ديما نحكيو لا فط على الأخر والأخر وننساو يعني لطرقوتي به نكونوا يعني ديروا الميزان نحكيو عا نوع تعالي جون ليصهر في الليل نورمال ناس كل تصهر في الليل كي يدخل الدار بعد ما زهب أصحابه وحلاته وشيخته وبيان يدخل في الليل خلاه فيحل الباب وأمو تكون راكدة فيقولها يمى نيجيت وش حاوس يقولها نيجيت يعني يفهمي روحك ولما فهمتش روحها وش يقولها يمى نوضي سخنيلي العشاء أمو راكدة كما يقوله بالعنبي احنا في سبع نوم هصاي اي مرتاحة خلاه فيجي هو يقولها يمى نوضي سخنيلي العشاء يعني مش حدير ياك تسخني العشاء راح تهزج بالرحلة راح تلبرمي محتوطة راح تشعل زلمية تدير هك وتحط وتدور الواحد وتشعل وتجي رايحة تم هادي رايح ينوض عليها أمو نوضي سخنيلي العشاء ولو بير يعني دي ما نحكي نبدأ ونروح في اللو بير سخنت العشاء يمى وسخن العشاء فهي تزيد تنود وتزيد تروح يعني وش تجي سنيه تجي سحن ها تجي بدي المغرف وصبي له شوية دي كه وساعات دي ما نضتش وده النوم ورح يتحرق العشاء ويرح تتحرق الماكلة فأم تنود مسكينة وولد أوتوماتيك حاجة يعني كي ما قلت لكم وليفنا بها يعني فتنود الأم سكينة وتسخن وكل شوية فرحة أنا تااو ولدها على كل شوية لما دا بها الأم طيب الولدها وتاعد نولها مي كين دي لي ميتا نبا دي باصي وهو طفول يشوفها حاجة نورمال وكينا واحدة أخرى حكيتها لي أم وهي كي حكيتها لي حاشمة وانا حشمت حاشمة حتى أنا حكيها لكم بصح قاتت لي حكيها لهم جيتني دقيلا وهي مش عايب بصح شوية تحكاها في التالي بس ها والله قلت نحكها في التالي أنا نيتي صافي وما دا بيه تسمى نفرح الأمهات هادم بس وكين منهم بزاف يدخل في الليل أو يدخل في الليل خلينا في الحالة اللي يدخل فاها ميها مناش فيه يدخل في الليل ويقولها سمحولي يا يقولها يومه نوضي سخنيني الماء أن يدخلي طوالات عن بالي دقيس لازمتلي نقولها كيفاه هو يقول فاها بلا محشم عيب كبير يقول لأمك تقولها حاجة كيما هاد منحشم حتى نعاودها راح تخرج تخرج تقول لأمك حاجة كيما هاد تيمان با كابابل سمم من الحياة للأسف للأسف كان نوع تعال ناس هادمه والأمهات اللي كماك يا ربي يعطيهم الصبر ويا ربي يعطيهم كوراج وأجر كبير عند ربي دروك هادمه نقوله لك سريميتي حالتنا احنا هروح تشوف حالتنا احنا في العشاء عرض صاحبك ولا في رمضان ولا قاعدين تتعشاوك دوك نحكيلك تقول لي صح كينا منها هاده نورمالي وش فاها تبع معايا بيع تخيل قاعدين تعشاوك انت وصاحبك ولا انت ومنعش كون لفامي ولا قاعدين تتعشاوك نقصة مغرف وش تدير يما اي نقصة مغرف تنود الأم الطابلة ترح تجيب لك مغرف تحط هالك كينا منها ولا مكنش منها كينا منها يما دوق اه نقص شوية ملح واقع لهاكي تنود الأم تهز وترح تحط لك شوية ملح تحط هالك كينا منها كي شغل بالنسبة لنا سي نورمال تشقي أمك تنود تحب تعرف وقتها كي ما حكينا هز كي تقدر تتبدل ولا لا كي تروح الأم لدار ولدها كي تروح الأم لدار ولدها وتتعشا مع مرته وتلقى الطفول يأكل وبعريكا يقول مرته ها ما تكفيش دو كنهزي سحول انا على ظهر كنت هزي ده والأم تقول خاف عظهرها ها 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 وان القرعة طاع القاز اللي ينهزها والميدة اللي ينهزها والطابلة والمطارح اللي ترقد عليهم ونهزهم وانت مرتك تخاف عظهرها واش يدهرها ده واسمها واش واش وانجينينا جولي واش خير ان شاء الله اه فكي الناس هاك يتأثروا بالأمور هادي والأم تتأثر عاديك اليوم عم باني الحصة شوية بصح الأم هات خلي وموة نربحوا معاهم دعاوي الخير وموة نربحوا معاهم دعاوي الخير فتخيل هنعطيكم واحد الأحاديث سيريته أحاديث مكتوبين وماش هندخلوا في التفسير العميق والعاميق هنحكيه بركة خطك ماشو الاختصاص طيعي يعني الأحاديث وتفسير الأحاديث اسمع الرسول عليه السلام مش يقول احفظ ود أبيك يعني لي بارنتيعك لا تقطعه فيطفئ الله نورك واش حاوس يقول احفظ ود أبيك يعني الود علي بارنتيعك الود الود ماهوش معناه انك تشري لهم القضية والآسد لا هدك العمل بالمعروف والخير والواجب تيحكم لا هدك الود يقول لك ان فرانسي الود سيليزين تنسيون حواج صغار يعني ماشي في البلاد هكا ودخلت على امك شريت لها فولارة فولارة وش حدير بها بها تقولها يوم في المرشي شفت فولارة عجبتني والله شريتها لك اداهو الود يعني هي تقولك شو ولدي في المرشي وخمم فيها هي تشوف هالفولارة دي كتسوة خمسالاف طعال عشرين هدو كان يتباعوا سوز غسلات وصيب انطييشها تقولي تقولي تمسح بها لا هي تعجبها الفولارة وتخباها وتحطها بالنسبة لها ايه والدي شرهالي والدي راح المرشي يخمم عليها هادهو الود ساعات تجيب بالجمعة دولها يوم ما نديك درك درك نديك للحمام حاتشي وش فيها حمام سبعالاف ولا ثلاثة هي تقولك العالم والله نديكها يوم تجيبها فرحانة تحلو خزانه وتجيبت سرفياته وكاسه وديكها تخرج من الجيران هديكها فرحانة خلاها مديني ولدي الله الله ولدي مديني للحمام لزان تنسين صار هي احد شي راح توصلها تحطها بلك تقولي وحدها الود احفظ الودة ابيك باباك ولا امك ساعه ساعه انا انا حندير الحصة دين عايطلها يوم اه اني راح نبدأ الحصة ادعيلي معاك تقولي وش ندعيلك درك راح نتوضى ونصلي ركعتين ونبقى يقولها يوم ادعيلي بارك ازوز كلماتك يدورك سير بلاس بارك مادام لا كونيكسيون كاينة تقولي لا 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 ذكر راح نصلي فانشوف الامهات الودة لزان تنسين ولكن نديرك الناس يدلك لا يا اخويا نقضيلها نشليلها الدواء اه بروت ندلك نشيلك الدواء نجي نطلع عليك نعايتلك في تليفون صيبان بس الودة مكانش فتخيل رسوليش يقولك احفظ ابيك سينة وشرة ما تدير فيها الخير لا تقطعه نحيش لزان تنسين سينوش فيطفئ الله نورك طفها في وجهك ربي لما يقول يا ربي فيطفئ الله نورك سيك على باز عندك نور منين جاك هذا النور هو من الاعمال الخير اللي كنت تديرهم تشليلها الدواء ما نعرف وين تدهها هك هذا كل نور فيقولك كون ما تزينوش بلزان تنسين ربي يطفئلك النور هدك في الامان كيش غلما درتواله يعني وكأنه ربي يعني بريمون يحب يحسس الام بالشية داك اولا الاب بتاع تداها تحوس باها اولها هدا حادث الاول هدا برمير دو جري سما يدير في الخير في امه وفي والديه بس ما عندوش لي بتيت زين تنسين داك فالرسول هدا الحادث ليه دوزيام حادث مغشيش مع والديه يقولك من احدى النظرة لوالديه وش يصير له يقوله الرسول فأنا بارئ منه يوم القيامة وش هي احدى النظرة احدى النظر مش تعيت عليها تعرفها الخزرة الماضية تعصرت عركة في الدار وخزرت مع باباك ولا مع امك خزرة ماضية ما هدرت والو حكمتها فيك بس حخزرت خزرة ماضية يقولك الرسول تخزر الخزرة ديك الماضية اني متبري منك ما اني نبيك ماك من اتباع الامة تاعي تخيل؟ ولو انت حاج ولو انت عندك داير عمره ولا داير النظرة بارك كنت تخزر الخزرة ماضية تعرفك ايما كنت تخزرها مع واحد اخر صاحبك تعني قادر نظر بك بس حا ما نظر بكش ولا اني مغشش عليك من احدى النظر النظرة حادة هادة الدقريتا عن نظرة قالوا الدقريتا عذاك اللي داير منكر في والديه ماي هدرش عاق والديه هداك يدخل في واحد الكاتيجوري شتو الناس كيتحاسبوه ياخي يجيهم واحد سكران واحد الكوليك يوقف قدام ربي سبحانه ياولد يجي الكوليك انت الكوليك تعرفوشي الكوليك الكوليك يوقف قدام ربي سبحانه خطره واحد وقت الصحابه الكوليك يشرب 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 فيحكموه واحشم على روحك ويعطيوه ويقيموه عليه الحد ويحكموه يحكموه يحكموه فيحبسوا واحد فيهم يقولوا يحشم واحد الخامجي واحد الناتن واحد الفايح هو الكوليك سمى بريحة الخمر فيقوله رسول الحشم ان هذا الرجل يحب الله والله يحبه يقول الكوليك يحب ربي يا رسول الله يحب ربي اسكيو سينو ما لاسكيوه الحديث صحيح حديث صحيح الكوليك يحب ربي خطادك الإنسان قلبه من داخل صافي وما دارش وما دارش وما دارش فيوقف كما قليتم قادر يعقد يوقف الالكوليك قادر ربي يسامحه قادر ربي جي الشفاعة قادر فا0 لألف حاجة بس حكيان واحد مش قادر طفا إكسكلي عاقن لوالديه يقول ربي سبحانه ورسول عسى صلى الله عليه وسلم في الحديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ما يشوف ليك ما يهدر معك ما يقيمك عاقن لوالديه اشتركوا في القناة